بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تحذير بكالوريا 2018 في مادة الرياضيات رقم 9 أنصح به شعبات العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبات سير واقتصاد حيث قال الدالة F معرفة على R معادة ناقص 1 و 1 ب F لـ X32X على X مربع ناقص 1 قال هنا R معادة ناقص 1 و 1 لأنهما يعدمان المقام فأصبح قيم ممنوع واحد قال جد عددين حقيقيين A و B بحيث F لـ X32A على X ناقص 1 زائد B في X زائد 1 إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق ابناء في الإجابة على السؤال الذي قال جد عددين حقيقيين A و B بحيث F لـ X تساوينا A على X ناقص 1 زائد B على X زائد 1 إذن نكتب هنا كعنوان إجابة إجاد A و B بحيث ماذا؟ بحيث F لـ X تساوينا A على X ناقص 1 زائد B على X زائد 1 هنا ما علينا أبناء إلا أن نستعمل طريقة التي تسمى طريقة المطابقة كيف ذلك أبنائي؟ إذن هنا أولا نقول من أجل ماذا؟ من أجل XX ينتمي إلى R مع ذلك قيمة التي تعدماني المقام وهي الناقص 1 و 1 فإن ماذا ينتج؟ فإن هذه العبارة هذه التي ترونها هذه سوف نقوم لها بتوحيد المقام فتصبح لنا تساوي إذن هكذا إذن تصبح المقام المشترك هو أكيد X ناقص 1 في X زائد 1 X ناقص 1 في X زائد 1 هي المتطابقة الشارقة 3 التي تعطينا X مربع ناقص 1 المربع الأول ناقص مربع الثاني مع أن تصبح هنا X مربع ناقص 1 إذن قلت X ناقص 1 ضرب X زائد 1 هذه المتطابقة الشارقة تساوينا A مربع ناقص بمربع معناه X مربع ناقص 1 حتى تفهموا جيدا الآن البسط ماذا يصبح لنا أكيد هذا يضرب في هذا وهذا يضرب في هذا فأصبحنا A في X زائد واحد زائد B في X ناقص واحد هكذا تقول القاعدة ثم ما علينا إلا الآن إلا إكمال عملية النشر في البسط أما المقام فنتركه لهو X ناقص مربع ناقص واحد أصبحنا هذا في هذا اللي هو AX ثم في هذا زائد A ثم هذا في هذا زائد B في X ثم هذا في هذا ناقص B تصبح لنا تساوي المقام نتركه كما هو لهو X مربع ناقص واحد أما البسط فنستخرج هذا مع هذا الـ X عام مشترك فأصبحنا A زائد B الكل في X زائد A ناقص B هذا متى يساوي؟ يساوي لنا هذه أنظروا F لX وهذه F لX تتساوي هذه العبارة معنا تصبح لنا تساوي إثنان X على X مربع ناقص واحد إذا تساوي هذا المعامل الذي مضروف في X مع هذا المعامل الذي مضروف في X معنا تصبح لنا A زائد B يساوي لنا ماذا؟ إثنان وهذا A ناقص B يساوي العدد الذي من هنا بمعنى لا يوجد في الأصل هو مال والصفر معنا تصبح لنا A ناقص B بما أن هذه القيمة لا يوجد ما يقابل لنا لأن من هنا لا يوجد لنا الأعداد التي لا يوجد مضروفة في X التي غير موجودة في X فنضعها تساوينا الصفر ثم مع هذه وهذه نقول هنا بالجمع لما نجمع تصبح لنا A زائد A كم تصبح لنا؟ تصبح لنا 2A أما A B ناقص B يصبح لنا كم؟ يصبح لنا زائد 0 يساوي لنا هذا زائد هذا وهو 2 زائد 0 وهو 2 ومنه 2A يساوي لنا 2 أي أن A يساوي لنا 2 على 2 الذي هو 1 ثم هذه القيمة نأتي بها ونعوذها هنا فاصبح لنا A زائد B إذن A كم؟ قلنا عفوا A نعوذه هنا أعتذر A نعوذه هنا فاصبح لنا 1 زائد B يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 2 ننقل هذا إلى هنا يصبح لنا B كم ساوي 2 ناقص 1 الذي هو 1 ها هي القيمتان العددان A وB فماذا تصبح لنا؟ يصبح لنا F لـ X من جديد تصبح لنا 1 على X ناقص 1 زائد البل هو 1 على X زائد 1 إذا قمنا بتوحيد المقام إلى هذه القيمة سوف نجد هذه القيمة فقط أبناء إذن لما نجد هذا السؤال ما علينا إلا أن نستعين بالمطابق كما يمكن كذلك بالقسمة الإقليدية لكن في هذا المثال يصعب تطبيقها لهذا أشرح بماذا؟ بالمطابقة فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الوحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته